في بلدان العالم كافة يمثل القضاء عموداً أساسياً في بناء الدولة وتحقيق العدالة أما في العراق فقد بات أداة بيد قوى لا دولة عقب انتصار ميليشيا حزب الله في إفلات عناصرها من المسائلة بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في فضيحة مدوية جديدة نسج خيوطها الفساد والتواطؤ والنفوذ برأت السلطات القضائية في العراق أحمد الكنان المنتمي لميليشيا حزب الله والذي أدين بجريمة قتل المستشار الأمني الحكومي هشام الهاشمي رغم صدور قرار سابق بإعدامه بني على أدلة واعتراف الله ففي مطلع العام الجاري ألغت المحكمة الاتحادية التي يديرها القاضي فائق زيدان حكم الإعدام ضد الكناني وأحالة القضية تمرت أخرى إلى محكمة ابتدائية قضت بدورها بأن مذكرة الاعتقاد الأصلية ضد الكناني غير شرعية بيد أن هذه التبريئة لم تكن مستبعدة بالنسبة للبعض فبحسب المعهد الأمريكي فإن الكناني المنتمي لميليشيا مصنفة على قوائم الإرهاب لم يكن حاضرا أساسا عندما أصدرت محكمة جناية الرصافة في بغداد حكم الإعدام عليه غيابيا في السابع من شهر أيار الماضي بعد أن تم تهريبه من السجن إلى خارج العراق وفقا لمعهد واشنطن فإن الكناني الذي برع عقب تراجعه عن اعترافاته وعاد إلى العراق لحضور جلسة الحكم الجديد المهيئة لصالحه نقل مرة أخرى إلى خارج العراق عبر مطار بغداد من قبل فريق أمني تابع لميليشيا الحجد في الوقت الذي تعمل جهات وشخصيات متنفذة من أجل عودة الكناني لعمله كضابط في وزارة الداخلية وفي ظل عدالة مشوهة وقضاء مسيس تنقل مصادر عن عائلة الهاشمي مخاوفها من العودة إلى العراق وتقديم طعن ضد قرار الإفراج عن الكناني خشية تعرضها للقتل لتغدو تبرئة الكناني كما يرى مراقبون ترسيخا لشراكة الخطيرة بين السلطات القضائية والميليشيات المسلحة